بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله دبس التمر ويسمى أيضا عسل التمر وهو شراب ذو لون بني داكن يستخرج من أنواع عديدة من التمر ومن أشهرها تمر الخلاص والذي يتميز بحلاوته المتوسطة ويعد دبس التمر من أكثر منتجات التمر شيوعا خاصة في دول الخليج كما أنه يعد خيارا جيدا كبديل صحي عن المحليات السائلة أما عن محتوى من العناصر الغذائية يعد دبس التمر من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة وتجدر الإشارة إلى أن دبس التمر يحتوي على كمية جيدة من السعرات الحرارية والعديد من الأحماض الأمينية والمعادن كالبوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم بكميات قد تغطي احتياجات الجسم من المغذيات الدقيقة كما أنه يمتلك خليطا معقدا من السكريات ما يقارب 88% منه ويتكون بشكل رئيسي من سكري البلوغوز والفريكتوز وهناك دراسة حول فوائد دبس التمر ففي عام 2016 أن دبس التمر والمواد التي يحتويها تمتلك قصائص مضادة للبكتيريا وقد أشارت إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2014 إلى أن محتوى دبس التمر من مضادات الأكسدة كالثينولات والفلافونيد يختلف باختلاف نوع التمر الذي استخرج منه الدبس نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع إذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين الزوار اعتفاع لكم اثقاتكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة أن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله